تحياتي لكم مرة أخرى واليوم سوف ندخل في مواضيع قواعدية عندنا عنوان لهذه الحلقة هو wichtige verben wichtige verben verben هي الأفعال wichtige هي المهمة إذن أفعال مهمة wichtige verben عندما نقول etwas يعني شيء ما das ist wichtig يعني هذا يعني أن هذا شيء مهم wichtig مهم إذن wichtige verben أفعال مهمة وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن الأمر القواعدي الذي اسمه الضمائر الشخصية إذن personal pronomen personal pronomen pronoun هي الضمائر personal هي الشخصية إذن الضمائر الشخصية personal pronomen pronomen هي الضمائر إذن الضمائر الشخصية عندنا ثلاثة أفعال مهمة هنا سوف نصرفها إلى الشخص الأول الشخص الثاني والشخص الثالث المفرد الفعل الأول هو يتحدث الفعل الثاني أخذناه سابقا يأتي والفعل الثالث هو لربما يكون جديد علينا عربايتن وليس عربايتن نلفظه عربايتن إذن عربايتن معناه يعمل نحن أخذنا سابقا ماخن يفعل ولكن هذا عربايتن عندما يعمل الإنسان في شركة في مصنع يقال له يعمل إذن هنا هذا الفعل عربايتن إذن أفعالنا الثلاثة هي common عربايتن وكلها نهايتها إن يعني هي في حالة المصدر هي غير مصرفة بعد نحن الآن سوف نصرفها إلى الشخص الأول من هو الشخص الأول؟ وأنا عندما أقول أنا أعمل أنا أتحدث أنا قادم إذن نذهب إلى فعل شبريخل سوف نصرفه إلى أنا أقول إيخ شبريخي إذن الان سوف لن أستخدمها لأنه الان هي للمصدر وهي ستكون للجمع والشخص الغريب الذي لا نعرفهم إذن أنا عندما أصرف الفعل إلى أنا دائما نهاية تكون إيه نهاية الفعل شاهدوا common أصبحت إيخ كومي عربايتن إيخ عربايته إذن مع الشخص الأول الفعل تكون نهايته إيه عند التصريف إيخ شبريخي إيخ كومي إيخ عربايته ننتقل إلى الشخص الثاني أنت دو الشخص الثاني نهاية الفعل تكون إيخ شبريخي إيخ شبريخي الشخص الثاني سنقول دو شبريخست هذا الفعل شبريخن يعني يتغير بالشخص الثاني تتحول إيه إلى إيه فهو لذلك هو يعني فعل نوعا ما خاص يعني بالتصريف ينبغي يعني الحذر منه أو الانتباه منه عند تصريفه إذن أقول إيخ شبريخي أبدو أقول دو إيخ يعني إيخ عميك إيخ عميك يعني نذهب إلى الشخص الثالث المفرد وهو مهم جداً لأننا لم نأخذه سابقاً هذه أول مرة نتحدث عنه لذلك الشخص الثالث يوجد ما هو مذكر نقول له مثلا سمير قادم إلى هنا من هو سؤال من هو قادم إلى هنا ممكن أن نقول سمير قادم إلى هنا وممكن أن نقول هو قادم إلى هنا إذن R تمثل هو هذا المذكر أما للمؤنث فنقول لها Z ولكن انتبهوا ال S تكون صغيرة يعني تكتب صغيرة حتى لا نتخربط مع الغريب شوفوا هنا فو أربايتنزي ال S كبيرة هذا يعني نستخدمه أحكيراماً للشخص الغريب ولكن هنا الشخص الثالث المفرد هي إذن Z S تكون صغيرة إذن هو R هي Z المحايد مثلاً طفلاً هو محايد نستخدم S أو حتى فتاة تعتبر محايدة الفتاة أيضاً تعتبر محايدة باللغة الألمانية يعني لا تعتبر Z تعتبر S إذن S هذه التعابير جداً مهمة يعني أولاً لكي نفهمها ثانياً يعني لو أمكننا يعني حفظها فسيكون جيداً إذن R هو Z هي S مثلاً طفلاً معينة لنقول طفلاً S نستخدم S يعني عندنا فعل شبريخن سأقول إيخ شبريخي دويت أو إيخ شبريخي إنجليش دو أنت شبريخ دويت أنت تتحدث الألمانية R شبريخ ت آه نسيته أقول لكم الفعل شبريخن في الشخص الثالث المفرد المذكر محايد تكون نهايته ت ت إذن لاحظتم هنا شخص الأول A شخص الثاني S T شخص الثالث فقط T إذن نقول Er شبريخت Z شبريخت S شبريخت هنا نقول kommen Er kommt Z kommt S kommt Arbeiten Er arbeitet نهايته Z arbeitet es arbeitet إذن نحود إلى شبريخن أقول Ich spreche Deutsch Du sprichst Deutsch Er spricht Deutsch هي Sie spricht Deutsch مثلا الطفل أين كان سالم طفل أين كان يسمه نقول له Es Es spricht Deutsch Er spricht Deutsch هي Sie Sie spricht Deutsch Es spricht Deutsch Deutsch نأتي إلى فعل kommen أقول Ich komme aus dem Irak Du kommst aus dem Irak Er هو Er kommt kommt aus dem Irak هي Sie kommt aus dem Irak هذا الطفل Es kommt aus dem Irak يأتي إلى فعل Arbeiten أقول Ich arbeite in Baghdad أنا أعمل في بغداد To Arbeiten test in Baghdad Er Arbeiten in Baghdad هو يعمل هي أيضا تعمل في بغداد Sie Arbeiten in Baghdad الطفل ربما يعمل ميكانيكي أو في ورشة تصريح سيارات نقول Es Arbeiten in Baghdad أعتقد أنه هذا الموضوع يعني الضماية الشخصية أصبح واضحا يعني في الإعادة أنتم لو تعيدون هذا الموضوع أكثر من مرة أكيد ستضبطون الموضوع بشكل جيد ننتقل إلى سؤال آخر نتعلمه وقد نسأل به عندما يعني أيضا نذهب إلى الامس أو الاربايتس كامر أو مكتب العمل أو إلى الكاريتاس أو إلى أي دائرة من دوائر الدولة في أوروبا طبعا نقصد السؤال هو جديد علينا يقول ذلخ شبراخ شبراخ زي هذا تشابه بين شبراخ وبين شبراخ صح إذن ذلخ شبراخ شبراخ زي ما هو الفرق بين شبراخ وبين شبراخ إذن لنقطع هذا السؤال إلى قسمين ونأخذ القسم الأول وهو ذلخ شبراخ ذلخ هي صيغة سؤال مثلما كنا نسأل و هر كومن زي و هايزن زي و وون زي أيضا هنا ذلخ هي صيغة سؤال ومعناها أي أي ذلخ شبراخ أي من اللغات أي من اللغات شبراخ هنا اسم لغات نأتي هنا إلى الثاني وهو فعل لأنه أي من اللغات تتحدثها أي من اللغات تتحدث أنت إذن بما معنى أي من اللغات تتحدثها اللغات هي شبراخ والفعل هنا شبراخ أي من اللغات تتحدث أنت الجواب على السؤال أقول إيخ أنا إيخ شبريخي أنا أتحدث إيخ شبريخي إنجلش هذا أولا و في الحلقة القادمة السابقة أخذنا وقليلا من الألمانية إذن إيخ شبريخي إنجلش و إيخ شبريخي إنجلش و قليلا من الألمانية أنا هذه هنا يعني جبت لكم أمثلة على الأفعال هنا أخذنا فعل على الشبريخن نأتي هنا مثال على سؤال على على فعل كومن ها سؤال أخذنا عشرات المرات الجواب إيخ كومي أوس روسلاند إذن أنا قادم من روسيا نأتي لفعل عبايتن ونحن نستخدم الشخص الأول إيخ في الإجابة سؤال فو أربايتن زي فو قلنا صيغة سؤال للمكان فو أربايتن زي أين تعمل أنت؟ وهنا استخدمنا الزي للغريب للإحترام والأس كبيرة إذن فو أربايتن والفعل بالكامل بالمصدر لأنه يعني نستخدمها للغريب مثل ما نقول في هايزن زي فو أربايتن زي يا فو أربايتن زي أين تعمل؟ الجواب إيخ أربايت إن فين إيخ أربايت إن فين أنا أعمل في فيينا زي خلونا هنا لو نغير الشخص الأول هنا بدل ما أقول أنا إي أنا أعمل ممكن أقول هو يعمل كيف نقولها؟ كيف نقولها؟ هو يعمل في فيينا إذن سنقول أربايتت إن فين أير أير هنا آه ويعينا راح ترين إذن أير أربايتت إن فين أير أربايتت إن فين زي لو نقول هنا لو نأتنا نعود هنا إيخ شبريخ إنجلش ونت إن بيسجن دوش بدل ما نقول إيخ نقول هي ماذا سنقول هي تتحدث هي تتكلم سنقول سي شبريخ تتك إنجلش ونت إن بيسجن دوش إذن نأتي لفعل كومن وبدل ما أقول إيخ كومي أوس روسلاند نقول هذا الطفل هو قادم من روسلاند إذن سنقول إس كومت فقط إس كومت أوس روسلاند إذن أعتقد نكتفي ب13 دقيقة بهذا القدر ونلتقي في حلقة أخرى شكرا لكم شكرا لكم